بخلاف الكم الهائل من الأخبار التي تصل بشأن استمرار وباء كورونا تظهر أخبار جيدة عن تراجع تفشي الوباء في عدة أماكن من العالم مع إعلان الصين الانتصار على المرض تقرير لصحيفة ليزيوكو الفرنسية يبين أن جائحة كورونا بدأت تتلاشى في كل أنحاء العالم تقريبا وإن لم تقع هناك قفزة غير عادية فإنه من المتوقع أن يشهد عدد الإصابات ركودا تاما خلال شهر واحد المعدل اليومي للإصابات والوفيات بدأ يتباطئ ففي فرنسا مثلا سجلت السلطات الصحية 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بنسبة انخفاض تمثل 1.0% وكذلك في إيطاليا تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة الانخفاض ذاته شهدته إسبانيا ما يعني أن أوروبا التي تعد بؤرة المرض بعد القارة الأمريكية بدأت تتخلص من شبحه وفي أمريكا لا يختلف وضع الولايات الخمس الكبرى التي رفضت تدابير الإغلاق عن وضع بقية الولايات وخصوصا مع إعلان ترامب عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي وإنعاش القطاع الاقتصادي الذي شهد ركودا كبيرا في الفترة السابقة الأرقام في تركيا تشير أيضا إلى انخفاض معدلات الإصابة والوفاء الأمر الذي يبعث تفاؤلا بقرب انفراج هذه الأزمة هذا التفاؤل النسبي بالتخلص من شبح كورونا تتخلله مخاوف مفاجئة كأن يعود الوباء إلى الانتشار في حال خففت إجراءات التباعد الاجتماعي كما أن دخول روسيا والبرازيل إلى صدارة الدول بإصابة كورونا يبعث المخاوف من عدم وضع حد لهذا الوباء في القريب العاجل ويبقى العالم أمام خيارين إما اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا أو التعايش معه بحكم الأمر الواقع